عادت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية إلى نقطة البداية بعد فشل صيغة التسوية التي عمل من أجلها مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم الخلافات التي استجدت في الساعات الأخيرة جعلت من الصعب تشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية العام الحالي وكان ما يعرف بالثلث المعطل في الحكومة والجهة التي تتحكم به وراء تعطيل التسوية التي قضت بتمثيل النواب السنة الستة تابعين لميليشيا حزب الله في الحكومة عبر وزيرا من خارج الكتلة التي شكلوها على أن يكون هذا الوزير من حصة وزراء رئيس الجمهورية ميشيل عون الخلاف تركز على الموقف الذي سيتخذه هذا الوزير في حال حصول تصويت داخل مجلس الوزراء وهذه المعضلة قادت لانفراط عقد التسوية المصادر كشفت أن الوزير في الحكومة المستقيلة جبران باسيل سهر رئيس الجمهورية أصر على أن يكون جواد عدر المحسوب على حصة ميشيل عون عضوا في تكتل لبنان القوي ليصبح بحوزته أحد عشر وزيرا أي ما يسمى بالثلث المعطل والكفيل بإسقاط الحكومة في أي وقت بمجرد تقديم الوزراء الذين ينتمون إلى هذا الثلث استقالاتهم التطور الأخير على صعيد تشكيل الحكومة اللبنانية أدى إلى غضب رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان وراء طرح اسم رجل الأعمال جواد عدر حالة عدم الثقة بين عامة اللبنانيين والطبقة السياسية تكرس الصراع على الحقائب الوزارية فقد خرج متظاهرون إلى شوارع بيروت ومدن لبنانية أخرى احتجاجا على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وسوء الأوضاع المعيشية في بلد لم تتمكن القوى السياسية فيه منذ سبعة أشهر من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة والسبب هو آفة المحاصصة الطائفية وأذرع إيران الخفية